السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بكلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم في قناة لبنى ماهيرة لفيديو جديد وفيديو نهار اليوم سنشارك معكم في واحد شكية الحلوة اللوز رائع سهل بلا نقش يجي ممتاز من منظر ويجي رائع ويجي نال حلوة معلكة بدون عاجين بلا احتشي اتعاب صراحة شكلي هو بسيط وبسرعة كنوجدوه بلا اتعاب ويجي في المنظر دياله ممتاز كنت منى الفيديو دي النهار اليومين الاعجاب هذا شكية لهذا وهذا راسبق لي وشاركته معكم في القناة في البلاتو ديال حلويات اللوز بدون عاجين اللي كان من اشكال عديدة اللي غنخلي لكم الرابط دياله في صندق صراحة ما كنت شناوي نصور حتى وصلت اللوز ديال الوصفة قلت عليش اللوخة غي نشارك معكم غيش شكله وطريقة ديال الخدمة دياله وطريقة ديال العقدة دياله اللي اصبق لي وشاركتها معكم في القناة كذلك بجميع التفاصيل دياله غنخلي لكم الرابط دياله في صندق لوز كنتمنى تفارتاجيو الفيديو بالعائلة والاصدقاء ننساوليش من واحد لايك وندوزو مباشرة الفيديو هنا يحتوصلت لهذا النقطة هذي ووجت العقدة ديالي اللي اصبق لي وشاركتها معكم في القناة هنا يكن غطيوها وكان عبرو لحساب القياس ديال المرشم اللي غنخدمو بي وكان بدنشكل هنا الكويرات ديالنا بشكل دائري بين الايدي ديالنا هكا العقدة ديالنا اراه اللوز كتفصحوه كتسلقوه كتتقشروه مزيان كتغسلوه تخليوينش في ليلة كاملة هنا عندي زنجلان البيض وعندي ابيض البيض كنفند في هذ الكويرات ديالنا انا كان نخدمها كامل احسن بايدي باش كنتحكم في الكمية ديال البيض اللي غتهزلينا الكورة او للعقدة ديال اللوز لانا يلدرنا الفرشيات مرات كيهز كمية كتيرة سافي كان فندي لعندكم زنجلان كتير ديروا زنجلان كتير وفندو بها الطريقة سهلة هنا غد نخدم بهذا المرشم وغنحاول نديره هنا إلا ما عندكمش زنجلان البيض تقدروا تديروا اللوز ايفيلي وتهرسوه مزيان 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 سافي هنا كنقدو في هذا المرشم هذا ديال المعمول او لا هذا المرشم كيفما كتشوفوا معي وكندير الكورة ديال العقدة ديال اللوز اللي فندناها في الزنجلان او لا في الابيض ديال البيض او في الزنجلان الابيض سافي وكنشكل على هاد الشكل هذا شكل اللي هو سهل بسيط بلا نقش بلا عاجين من الفوق بلا حتى شي حاجة اشكال اللي هي جيد 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 بسيطة بزاف بزاف شوفوا معي الطريقة هي جيد سهلة ما كنت اخدش منها وقت كتير وكنديروا كمية اللي هي كتيرة صراحة انا هنا كنت نخدم في هاد الحلوة ديال اللوز اللي غادي نحتاج منها الزوج ديال صفوفة في كل بلاتو اللي غادي نخدمهم الواحد المناسبة فقلت هاد الشكية المعمري ما شاركتو معاكم قلت بخا نشارك معاكم غير هاد الشكية لطريقة ديال الخدمة والعقدة كيف ما قلت لكم ارا سبق وشاركتها معاكم في القناة هاد الشكل كذلك سبق وشاركتو معاكم في البلاتو ديال حلويات اللوز هنا مبعد ما كملت الكمية اللي عندي كاملة كنخليهم ينشفو هنا ارا غطيتهم بمنديل خفيف وبلاستيك من الفوق وخليتهم نشفو شحل من ساعة من بعد كنشعل الفران غير وعلى 120 دراجة فقط وكندخل الحلوة ديالنا هاكا كتشمع غير شوية على نار مهيلة إلا عندكم فران ديالجاز نار مهيلة دخلت هذيك اللاطة وكننخرجها وكنرجع نستف هاد الحلوة ديالنا التانية انا هنا واحد شوي تحمرات ليا غير واحد شوي يدهبت من الاحسن تبقى هكاك بيضة لان ما فياش العجين من الفوق تبقى مع لك هياركة تبقى مع لك زوينة هاديرا بقات عندي فيت العشرة ايام وبقات صراحة مفنة زوينة بزعب هنا بعد ما خرجتها من الفران بعد ما ادهبت لنا وكنشد كندير شوية ديالنا باجول غليكوز قدروا تطقيوها باش ما بغيتوا او لبلاعسل او للي اعجبكم ندير شوية ديالنا باجول غليكوز ونديرها في الكويغتات باش ندير لها تزين ديالها من الفوق هنا كندهنها باش كتبقى لنا ملمع وفي نص الوقت تجينا مع الكوكا ترطاب من الفوق تجي ممتازة سافي هنا كندهن حتى هاد الحلوة التانية نفس الكورة كندوها في البيض ديال البيض وكنديروها في اللوز كومكاستي كيف ما شفتو معايا في الوسط كنحطوا في واحد نص الحبه ديال سوغيز في الحمر وكنديروه في الجب هنا عندي مكسرات في واحد زوج مع القبار ديال غليكوز ومعلقة كبيرة عامرة ديال الناباج درت هنا اللوز درت بيستاش ودرت أكاجو ودرت كذلك النوازات درت هات ثلاثة ديال المكسرات هم اللي انا درت هنا تقدروا تديرو اي نوع ديال المكسرات بغيتو من بعد مدهنت هاديك الحلوه ديالنا كاملة كيف ما كتشوفوا معايا كنحاولوا اننا نديروها كاية هادوك المكسرات اللي عندنا بهذا الشي اللي خلطنا معاهم ديالنا باجو القليكوز الكمية ديال القليكوز من الأحسن تكون اكتر كنصخنوهم على نار وعد كنحطو فيهم هادوك المكسرات كنحركوه مزيان باش كي تلبسوا لنا بهذاك الملمي وكنزينو بهم الحلوه ديالنا باش كي اعطيونا واحد المنظر واحد لمعان من الفوق زوين سافي كنكملو على هادشكل هادا كنديرو طريف من كل او لحبه من كل مكسره اللي انا ديره في هاداك الخالط سافي وكندير ممكن نديروهم بالعسل مي هاد القليكوز وشوية ديالنا باجو يخليهم كي يلمعو من الفوق وكيبقى ديالهم حتى مدة طويلة سافي بنسبة الحلوه ديالنا هكاية سوف نكملوها بها الطريقة وندير شوية ديال الورد البلدي اللي غنفرتوه مزيان وهي باقي هاك ملمعو هاداك القليكوز ونطاش باقي يعني كي تلصق كندير عليا شوية ديال الورد البلدي من الفوق كيبقى علي وغنديرها في كوي غطات ونستفها واداو الشكل ديالنا ممكن تحتافظوا بها في قراءات ديال الزاج او لفعولة بديال الزاج من الاحسن او لبلاستيك شوفوا معي الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي كي يجي الشكل ديالها رائع وساهل افتح دير ديالها كيفما شفتو معايا العقدة البنات اللوز كيفما قلت لكم كان فصحو وكان وجدو وكان نخلي وحتى كينشفوا واحد ليلة كاملة او الاقل واحد خمسة ديال الساعة كان طحنوهم زيان مع نص كمية الكمية ديال اللوز مع نص ديالها سكر كان ضيفو عليها واحد لمع القاديل الاسل او لمع القاديل شوفوا معي حتى هاد الشكل مني كان نديرو له الناقاج واحد المعي يلقى كان نزيدو ديال ديال زبدة وكان ضيفو كذلك واحد القبيصة ديال مسكة حرة وكان عجنو كل شي بماء الزهر حتى كان نحصلو على واحد العقدة اللي يزوينا مهم هنا ايب الاختصار العقدة فغادي نخلي لكم الرابط الصندوق لوس هنا كيفما شفتو معايا هادو كم مزوج ديال شكيلات اللي دخلت في هاد البلاطويات هادو الواحد المناسبة كيفما كتشوفوا معي شكيلات ديال اللوز مع شكيلات تانين وهذا كوشك النهائي اللي قدمت معاكم كانت مننا على فيديو ديال نهار اليومين الاعجاب ديالكم العقدة غا نخليها لكم في صندوق اللوز تامان كذلك ديال حلوات اللوز غادي نخليها لكم في صندوق الوصف بالنسبة البنات اللي يبغى يخدموا على رأسهم ليسر لهم الأمور فغادي نخلي لكم تامان كيف العادة وكذلك غادي نخلي لكم البلاطو اللي في هاد الشكل هادا ديال السوريز او هاد الحلوة هاد الثانية البلاطو اللي مشكل بشكيلات ديال حلويات اللوز بدون عقدة او لا عفو بدون عاجين فقط بالعقدة هنخلي لكم في صندوق اللوز ما تدوش عليا مدة مبقيتش كان دير المونتاج فو اللي تيجيني الصعيب بززف انني نرجع نخدم على اللي فيديو حلقة ماشي من سهل هذا هو شكل نهائي ديال الحلوة ديالنا او تيجي راقي تيجي رائع ممتاز بالنسبة الاحتفاظ بيه يعني كيف ما قلت لكم علبرة كي يبقى السبوع كي تبقى الحلوة ممتازة في تلاجة كذلك اكتر وفي المجمدرة كتبقى شهور عديدة كتبقى كيف ما صيبتوها كنتمنا على فيديوين الاعجاب ديالكم تبرتجيو به العائلة والاصدقاء باش تعمل فائضة ويلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد يلعجبكم المحتوى كيف ما كان نقول لكم كيف ما كان نقول لكم دائما السلام عليكم لا تنسونيش من واحد اللايك نزلو دا بذيروها قبل ما تكملوا لفيديو اكيد يلعجبكم فيديو نقول لكم السلام عليكم السوداء وكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته